مرحباً أعزائي أحبائي زملائي أخواني طالبتي طالباتي أهلاً وسهلاً بكم وأستمر معكم في سلسلة المحاضرات تركيب المباني Building Construction التي أعتبرها مهمة جداً في ثقافة المهندس المعماري وتنويره في النظم الإنشائية وكيفية تصرف العناصر البنائية والاستفادة منها في الحياة الدراسية وفي الحياة العملية بإذن الله تطرخنا في محاضرات سابقة في ست محاضرات متسلسلة عن المواضع المعروضة أمامكم والتي تطرخنا إليها كثيراً في محاضراتنا السابقة أرجو منكم مراجعتها والاستماع إليها والتعرف على ما تم طرحه فيها من معلومات مهمة لكي تعينكم في فهمي واستيعابي المحاضرات اللاحقة في المحاضرة السابقة الأخيرة رقم سبعة الجزء الأول منها تطرخنا إلى السلوك الإنشائي Structural Behavior للأبنية والنظام الإنشائي والعناصر البنائية وتطرخنا إلى تعريف Structural Behavior ومن ثم Structural Forces النظام الإنشائي والقوة المؤثرة على هذا النظام ثم تعريفاً للنظام الإنشائي Structural وتعريفاً لعلم السكون أو الاستقرار Statics وأعطينا تعريفاً مفصلاً عن المقاومة Strength وأعطينا أيضاً تعريفاً لستابلتي الاستقرار ومن ثم القوة بشكل مفصل Force وبعد ذلك تطرخنا إلى الأحمال التي هي تعتبر من المواضيع المهمة جداً بالنسبة للأبنية ومرتبطة ارتباطاً مباشرةً مباشرةً في النظام بالنظام الإنشائي والفعاليات الداخلية وتم تصنيفها إلى الأحمال الميتة Dead Loads والأحمال الحية Live Loads وأحمال الريح Wind Loads وأحمال الثلوج والزلازل Snow Loads and Earthquake Shocks ومن ثم صنفنا هذه الأحمال وفقاً لطرق توزيعها و انقسمت إلى قسمين Distributed Loads الأحمال الموزعة و Concentrated Loads or Point Loads الأحمال المركزة وعرفنا الفرق الواضح بين جميع هذه الأحمال وما تؤثره على المبنى بشكل واضح وأين تحدث وفي أي منطقة وكيفية التعامل معها نستكمل المحاضرة السابقة بالجزء الثاني من الموضوع Structural Behavior السلوك الإنشائي ونعطي تعاريف جديدة أخرى من هذا الموضوع المهم Stress الإجهاد بالإمكان تعريف الإجهاد من خلال مايلي A force on a structural member مي يعني القوة على العنصر البنائي تؤثر بعدة طرق أولا قد تؤدي إلى stretch it يعني تؤدي إلى استطالة العنصر البنائي stretch it when it is termed a tensile force حينما تكون كقوة شد فإنها تؤدي أو تحاول إلى استطالة العنصر البنائي أو قد تحاول القوة compress it compress it يعني تحاول ضغط العنصر البنائي when it is termed a compressive force حينما تكون قوة ضغط حينما تكون القوة المؤثر على العنصر البنائي قوة ضغط فإنها تحاول أن تضغط على العنصر البنائي وتحاول أن تقصر من طوله shortening أرجوكم أن تهبو أن تهبو على السلايدات لأنه الشرح إلى علاقة مباشرة بالسلايد المجاور إذن هنا تنسائل والكمبرسيب فورس تنسائل فورس وحينما تكون القوة قوة قصية تحاول أن تقطع العنصر البنائي إلى جزئين وتزحيفه باتجاه معاكس للجزء الآخر أي الزحف تحاول أن هذه القوة القصية كأنما تقطع بالسكين وتحاول دفعه باتجاه يعاكس اتجاه الجزء الآخر لهذا العنصر والسمى هذه الشير فورس النوع الآخر من القوة قوة تتوست when it is termed a torsional فورس يعني القوة تحاول فتل العنصر البنائي فتل أو التواء الواء العنصر البنائي twist it حينما تكون هذه القوة نوع القوة قوة فتل torsional force torsional force إذن صار لدينا أربع أنواع من القوة القوة الأولى هي tensile force والقوة الثانية compress compressive force والقوة الثالثة shear force والقوة الرابعة اللي هي torsional force وكل واحدة من عدن تحاول أن تؤثر على العنصر البنائي بطريقة ما يا أما stretch it stretch it يا أما compressive compress it يا أما slide it أو torsion twist it twist it إذا كانت torsional force إذن أربع أنواع من القوة the effect of these various types of force is to put the material of structure member into a state of stress يعني تأثير هذه الأنواع الأربعة من القوة على العنصر البنائي ستؤثر بالتالي حتماً على المادة البنائية المشكلة للعنصر البنائي كيف ستؤثر عليها؟ ستجعلها في حالة من الإجهاد اللي هي هذا موضوعنا الإجهاد تضع المادة البنائية المشكلة للعنصر البنائي في حالة من الإجهاد and the material of the member is then said to be يعني يمكن أن نطلق على هذه المادة أنها في حالة من الشد intention أو compression في حالة من الضغط أو في حالة shear or torsion في حالة تكون المادة في حالة من الإجهاد يأما تكون إجهاد شد أو إجهاد ضغط أو إجهاد قص أو إجهاد فتر إذن لنلاحظ القوة وشون تأثر على العنصر البنائي وبنفس الوقت تأثر على المادة البنائية التي تكون في حالة من الإجهاد وفقا لطبيعة القوة المؤثرة إذا تذكرون بالمحاضرة السابقة قلنا لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه هنا تنطبق نفس المعادلة إذا حاولت القوة استطالة قوة الشد من استطالة تحاول أن تطيل أو تسحب العنصر فهي تتولد قوة رد فعل عكسية في المادة المشكلة للعنصر باتجاه المعاكس تسحب إلى الداخل فتحدث هنا حالة التوازن ويساويه في المادة قوة معاكسة قوة معاكسة تنساء الفورس والسبرينج يحاول من المادة مادة أو يسحب نفسه إلى الداخل والعكس صحيح بالنسبة لل كومبريسيب فورس كل ما نضغط السبرينج نحو الداخل تتولد قوة رد فعل داخلية داخل مادة السبرينج تدفع نحو الخارج للحفاظ على توازنه وشكله الطبيعي When the stresses are caused by axial loads stretching or compressing a member in the direction of the load they are term direct stress هذه يعني في التعريف إذا كانت الإجهادات تتولد من خلال أحمال محورية تسحب أو ضغط فإن صحب أو ضغط هذا العنصر باتجاه هذه الأحمال فإنها يطلق عليها الإجهادات المباشرة عندما تكون الإجهادات ناجمة عن الأحمال المحورية التي تطيل أو تضغط العنصر بنائي في اتجاه التحميل هذه المهمة هنا باتجاه تحميل العنصر فإنها تسمى اتجاهات أو إجهادات مباشرة Direct Stresses Intensity of Stress شدة الإجهاد شدة الإجهاد إلى علاقة بالقوة والمساحة المسلطة يعني القوة والمساحة التي تسلط عليها هذه القوة المساحة يعني شون نحسب Intensity Intensity of Stress شدة الإجهاد شلون نحسب ها The measure of Intensity of Loading is expressed as a load or force per unit area None as the Intensity of Stress The measure of Intensity of Loading is expressed يعني مقياس شدة التحميل كحمل أو قوة لكل وحدة مساحة والمعروفة باسم شدة الإجهاد يمكن حسابها من خلال قسمة حاصل قسمة الحمل المطبق الأحمال ال-W على مساحة المقطع الأرضي للأنصر البنائي A يعني بالسلايدي A و B نلاحظ هنا أكون مساحة A اللي هي مساحة 5000 مليمتر مربع والمساحة الأخرى B اللي هي 50 ألف مليمتر مربع يعني عشر ضعاف المساحة القوة ثابتة 50 كيلو نيوتن مثل ما نشوفها 50 كيلو نيوتن شدة الإجهاد عفوا Intensity of stress حاصل قسمة القوة على المساحة بالمليمتر المربع يعني نيوتن القوة بالنيوتن كيلو نيوتن على المليمتر المربع فحين نصلت قوة 50 كيلو نيوتن على مساحة 5000 تكون شدة الإجهاد 10 نيوتن لكل مليمتر مربع إذا عرضنا المساحة وزيدنا إلى عشر مرات رح تقل شدة الإجهاد هنا لأن وسعنا المساحة فواجب كل وحدة من هذه وحدات المساحة سيكون واجبها تحمل بقيمة أقل من شدة الإجهاد يعني كل ما وسعنا المساحة كل ما قلت شدة الإجهاد المسلطة على وحدة المساحة يعني تخيلوا هذا الأي هو أساس لعمود والجزء البيه اللي هو رافت فاونديشن يعني أساس حصيري الأساس الحصيري تتوزع عليها القوة على مساحة أكبر فواجب كل وحدة مربعة من المساحة يكون واجبها بتحمل شدة الإجهاد أقل قيمة فيما لو سلطت نفس القوة على أساس لعمود مربع مساحة عشر مساحة الرافت فاونديشن فإن أنا تجي شدة الإجهاد أنا أريد أسلطها على عمود وقد يكون هذه الاحتمالات واردة عدي من تكون ما عني مساحة سويرات فاونديشن وأستخدم باد فاونديشن والأحمال المسلطة عليها هي كثيرة فإذا شدة الإجهاد تكون أكبر مما لو استخدمت نوع نوع آخر من الأساس في حال التوفر المساحة الأكبر سترين سترين يعني السترين أو الانفعال هو مقدار التشوه الذي يحصل لو فرضنا صلتنا قوة خاصية على عنصر بنائي فإنها تحاول أن تشوه أو تغير من أبعاده فهذا مقدار التغيير في الأبعاد D على الطول الأصلي اللي هو L حاصل قسم D over L ينطينا السترين ينطينا مقدار التغيير وهذه القيمة ما تكون يعبر عنها برقم عددي صحيح رقم يعني واضح رقم حسابي إذن السترين هو العلاقة ما بين مقدار التغيير الحاصل أو التشويه اللي حاصل بالأبعاد للعنصر البنائي على الطول الأصلي له من التعريفات المهمة المومنت العزوم في بعض الحالات أو الظروف تحاول القوة يعني دوران تحاول دوران العنصر البنائي as in where the force w tend to cause the projecting arm to rotate about its hinge and x يعني هنا نريد أن نمثلها بمثال ذراع ناتئ مربوط من جهة وحدة من جهة x بالسلايد موجودة أمامكم وهذا حر طليق مربوط من نقطة وحدة وصلتنا عليه قوة كأنه ما غطاس يعني هذا الغطاس ما المسبح ويوقف عليه هذا السباح يريد يخطس فهي سرح يصلت قوة عليه تمام فإذا كان الهنج هذا أو الـ x مرن حر فإنه فإن الغاطس أو هذه اللوحة أو هذا العنصر الناتئ سيتحرك من مكانه إذا كان الـ x متحرك أو مرن فهذه القوة رح تأثر عليه رح تأثر عليه تأدي إلى نزولة أو إلى rotation تحاول تفرع هاي محاولة الـ rotation ويطول ذراع القوة W في L احنا نسميها العزم عزم الدوران عزم الدوران أو المومنتس أوكي فشوكد يحدث هذا التوازن يعني تتخيلوا أنه هذا الغطاس أو السباح وقف على هذا الغاطس أو لوح الغاطس ومن تأثير وزن الجسم والقوة رح يفتر تمام إذن يراد له إسناد من الأسفل حتى يستقر هذا العنصر فهذه القوة المعاكسة في طول الذراع معلتها يجب أن تولد عزم مضاد بالاتجاه الآخر يساويه لكي يستقر العنصر البنائي في مكانه واضحة الفكرة هذه حتى تكون إكوليبريام وين W سمول لتر مضروبة في L كابتل لتر ناقص W كابتل لتر في L سمول لتر هذا باللون الأخضر يساوي صفر يعني حالة التوازن تحدث عندما يكون عزميا عزم باتجاه أقرب الساعة والعزم الآخر عكس اتجاه أقرب الساعة positive negative واثنينات المتساوية حتى يبقى العنصر مستقر بمكانه حتى لو كانت دقطة الإسناد بالمنطقة الوسطية وطول الذراع من الجهتين يختلف من جهة عن جهة أخرى فمقدار القوة أيضا تختلف وتنضرب بطول الذراع فرح ينطين العزم clock wise يساوي العزم anti clock wise بالتفصيل أكثر the greater the lever arm the less the force required to rotate a given structure and vice versa يعني كل ما طال الذراع وهو مربوط من نقطة واحدة مرنة x كل ما طال الذراع كل ما احتجنا قوة أقل لتدويره يعني رح يتعرض إلى قوة أقل مقدارها أقل تحاول أن الدورة لو فرضنا نص هذا الذراع قصرنا إلى النص فمن يقصر طول ما تأتي إلى النصف رح نحتاج قوة مضاعفة ضعف القوة حتى نقدر اندورة بنفس قيمة التدوير فيما لو كان الطول الأصلي ماته إذن هي عملية معاكسة كل ما زاد طول الذراع كل ما احتجنا قوة أقل لتدويره وكل ما قصر طول الذراع كل ما احتجنا إلى قوة أكبر لتدويره هذه هي هي التشبيه أو يعني هذا المثال لغرض توضيح الفكرة توضيح فكرة العزوم يعني القياس قياس هذا التأثير تعثير العزم يأتي من عاملين عامل القوة وطول الذراع which is known as the moment of the force above the point expressed in unit of force and distance يعني قلنا يعبر عنها بالقوة وطول الذراع وبالوحدات يعبر عنها بالنيوتن متر نيوتن متر يعني تنضرب القوة في طول الذراع فينطيني القوة بالنيوتن وطول الذراع بالمتر فينطيني العزم نيوتن متر وشرحناها قلنا التوازن يصير بين العزم باتجاه أقرب الساعة والعزم الآخر اللي هو عكس اتجاه أقرب الساعة نفس الفكرة هنا بس نقطة الاستناد هنا تختلف صارت بدل من أن تكون بالطرف رح تكون بمنطقة خلنقول بالثلث فنحتاج طول الذراع ال والدبليو مساوية إلى حاصل ضرب الدبليو ال من الجهة الأخرى يعني العزم اليمين يساوي العزم اليسار ولكن يعاكسه بالاتجاه لكي نحصل على حالة التوازن أكوليبريم يعني يعني ما يصل بدوران is obtained when the clockwise plus moments يعني العزوم باتجاه أقرب الساعة of some forces acting on a member يعني ناجمة عن القوة المؤثرة علىها بعنصر ما are balanced by the anti clockwise negative moments of the other يعني مساوية إلى العزوم المعاكسة لها عكس اتجاه أقرب الساعة كي نحصل على حالة التوازن when the tendency to rotate is resisted bending a core يعني عندما يكون المفصل ليس مرنا وإنما ثابدا غير قابل للحركة احنا عندنا نشبهها بال نسميها فردة الباب أو الباب الاعتيادية مربوطة بنورمادة فإذا النورمادة هي كانت شغالة وأوكي تشتغل من انصلت قوة على الباب على حافة الباب رح تتحرك الباب بسهولة تمام في حال أنه هذه النورمادة كانت عاطلة عن العمل ومتروكة فترة طويلة وما كلها صدق وما تتحرك فالقوة التي تحاول نفتح بها الباب أو ندفعها ما تندفع الباب فتؤدي إلى إنحناءها لأنه ما فيها مرونة حركة فالمادة المشكلة للباب بغض النظرة كانت خشب أو فولاد أو شي حسب تصرف المادة بس لما هناك مقاومة من الهنج أو المفصل فإنها فإن القوة ستؤدي إلى إنحناء هذه الباب وإن الإنحناء هذا يمكن أن يكون إللوسترات با دور على هنج هذي مثل ما شرحت لكم إياها يمكن توضيحها من خلال الباب والنرمادات مالته المفاصل مالته إذا كانت المفاصل تعمل بشكل صحيح إذا كانت المفاصل على دور يمكن أن تتحرك وإذا كانت المفاصل يعني إذا كانت المفاصل ما الباب شغالة أو أوكي فإن القوة المؤثرة تحاول أن تفر الباب تفتحها للباب وتبقى شكلها مستقيم ولكن إذا كانت هذه المفاصل صدقة أو غير شغالة فإن القوة تحاول أن تحني الباب وتؤثر على شكلها أمومنت روتاشنال إفكت أو which is resisted is called abending moment بي أم إكسبرست in units in units أو في نيوتن ميتر يعني أهم نرجع لإسلادات السابقة إحنا قلنا المومنت يعبر عنه بالقوة وذراعها حاصل ضرب القوة في ذراعها أن العزم أن العزم الذي يتم مقاومة تأثير دورانه يطلق عليه عزم الانحناء bending moment ويعبر عنه بوحدات نيوتن متر يعني نيوتن اللي يتمثل وحدة القوة والمتر طول الذراع البيندين مومنت center of gravity مركز ثقل الجسم أو مركز الثقل أي أبجيكت أو بدي يمكن أن يكون تصدق بشكل بارتكال أو مركز الثقل لأن تصدق الثقل يعني كل أوبجيكت يعني كل شيء أو كل جسم يتألف من مجموعة من الجزيئات الصغيرة وهذه الجزيئات الصغيرة وزنها يميل بالاتجاه نحو الأسفل بسبب فعل الجاذبية وهي التي تشكل وزن الجسم بالكامل أو وزن الأوبجيكت بالكامل The weight of the body is acting as a single force through one point such that its effect will be the same as the total effect of all the particles of which the body is composed مجموعة تأثير هذه الجزيئات أوزان هذه الجزيئات تجمع كلها من خلال قوة واحدة تشكل وزن الجسم وتتجه نحو الأسفل The point is not as the center of gravity of the body يعني النقطة التي تجمع بها أوزان جميع هذه الجزيئات المشكلة لهذا الجسم وخط نزوله من خلال هذه النقطة هذه النقطة هي تسمى مركز ثقل الجسم تمام؟ أي جسم من الأجسام حتى جسم الإنسان أهمية أن يشوفوا مركز ثقل الجسم وين هذا يكون؟ من يختل مركز ثقل الجسم رح يترنح الإنسان رح يترنح بحركته إذن لكل شكل مو شرط أنه يكون مكعب منتظم الأبعاد أي جسم من الأجسام إلى حجارة أو كتلة خرسانية أو صخرة هذه بشكلها هذه مجموعة من الجزيئات تتألف أوزانها وتتجمع في نقطة واحدة تنجذب من خلال الجاذبية نحو الأسفل يسمى هذا هو مركز ثقل الجسم أو center center of gravity center of gravity itself يعني يعني ليس من الضروري أو من الضرورة أن يقع مركز ثقل الجسم من ضمن كتلة مادة الجسم داخل مادة الجسم على سبيل المثال من الضروري من الضروري من الضروري في منتصف في منتصف الفراغ المادة وإنما قد يكون خارج المادة نفسها أو خارج الكتلة نفسها في الفضاء ويعتمد على شكل الأوبجيكت قدنا تسمية لغ إلى مركز ثقل الجسم نسميها centroid centroid مين إجدتي يعني بدل من نقول center of gravity قدنا فالشي اسمه centroid an area that has no mass يعني إذا قدنا كان مساحة معينة ما بيها كتلة يعني ما بيها كتلة cannot have a center of gravity ليس لها مركز ثقل but it may be considered as a very thin plate يمكن التعامل معها على أساس أنها صفحة أو صفيحة رقيقة جدا and the same principle نطبق عليها نفس المبادئ as for a solid body would apply يعني نطبق عليها نفس مبادئ مركز ثقل الجسم ولكن الفرق هنا بدل ما أن تكون عندنا كتلة ضخمة وصلدة رح تكون على هيئة صفيحة رقيقة align through the thickness of the plate normal to its faces and passing through its center of gravity would pierce the faces at points done as the centroid of the area يعني سنترويد رح يكون في منطقة مركز هذه الصفيحة على هيئة خط وهمي قصير يسمى السنترويد passing through its center of gravity يعني هذا الخط الوهمي القصير جدا بسبب قلة سمك هذه المادة يسمى السنترويد يعني مع أنه هي القطع رقيقة هم بها مركز ثقل ولكن لا يسمى هنا مركز ثقل الجسم بسبب رقتها يسمى السنترويد نكتفي بهذا القدر من التعاريف وإن شاء الله سنكمل في المحاضرة اللاحقة تعاريفا أخرى وكلما تقدمنا في المحاضرات سندخل بعمق أكثر والتعشيق ما بين العمارة والكونستركشن وسنستخدم جميع هذه المفردات التي تطرقنا إليها في المحاضرات السابقة والتي تليها في موضوع النقاش أو في عرض الأمثلة التي عرضها عليكم في دروس أخرى في تحليل النظم الإنشائية لبعض الأمثلة العالمية تدخل هذه المفردات ضمن هذا التحليل فمن الضروري أن تعرفوها وتعلموا بها ويسعدني دائما ألتقيكم وأستمع إليكم واستفساراتكم وأي معلومات تطلبونها لكي يتم شرحها بشكل تفصيلي وأنا مستعد لكي أعمل معكم محاضرات مباشرة لايف لغرض تداول النقاش فيما بيننا والإجابة على استفساراتكم في أي موضوع يخص البندي كونستركشن أو التصميم المعماري أو الأفكار المعمارية أو أي شيء يخطر على بالكم في مجال العمارة وثقافتها وهمومها وأخيرا شكرا لحسني إصغائكم Thank you for your listening أنا الأستاذ المساعد محمد رضا الشلبي شكرا للمشاهدة